هذا هذا دراري تليتا غش دوشي واحد غيني ما فيها جدك ما فيهم زي هذا ما أراد أن يقوله في التعليق لأخ إلياس الخريسي صدراتي صدراتي أعلن عن زواجه وخطبته من هذه الفتاة هذا كنت تسمى في صرع جندي دراري هذا سيأتي بالربحات السلام عليكم أشبال رجال الذي يميلون إلى رأي المرأة في الخروج من منزلها وهي متبرجة تبرج الجاهلية الأولى وهي مسألة حسمها شرع الله فيدافعون على هذه المرأة المتبرجة في الخروج والزيغ من أجل تحقيق الحرية الزائفة في حين أنهم يعاني دون شرع الله ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم فالأخ إلياس والأخ ملفقية دعاة إلى الخير إلى نصح إخوانهم قبل فرق الدنيا والندم على المعصية معصية تعنج على دين الله عز وجل وما أدرك ما هي هذه المعصية والله يا إخوة أنا أشك في إسلام هذا اليوتيوبر مروان سوف نرى الآن لماذا هو متعصب على الأخ إلياس؟ اليوتيوبر الكوميدي سيمو ثدراتي تزوج وأشهر زوجاته في المواقع الجديدة وهي متبرجة في حين أن الناس العقلاء تديروا غير يد فيها خواتم الزواج فيشهرون زواجهم للأصدقاء الذي قد لا يعلم بزواجه لكن الكوميدي سيدراتي الذي يتتبعه الكثير في المواقع الجديدة ليس عنده منع أن يظهر زوجته متبرجة أمام الناس تاريكا دينه وراء ظهره ثم هي مسألة دينية مفروضة ومعرف هذا الأمر أنه غلط وصاحبه سيكون ديوت وبما أنه أشهر هذه الفتنة أمام الناس الأخ إلياس كتب هذا التعليق تحت الصورة التي وضعها الكوميدي سيدراتي كما تشاهدون مبروك سيدراتي مراتك زوينة زوينة بزيف صراحة ديتي الزين العفريت بوغوصة كل الرجال في صفحتك الآن يستمتعوا بجمالها ما تخبيهاش علينا خليها تطلع علينا مرة مرة بدكت الإبتسابة شكراً بزيف أتمنى تفايق وتكون رسالة وصلت فرسالة الأخ إلياس واضحة فهو يدعي العكس أن الكوميدي سيدراتي وجب عليه أن لا يظهر زوجاتي متبرجة لكي لا تفتن الرجال فالله أمرنا بغض البصر وأنت ترويج لهذه الفتنة مفات النساء وهي زوجاتك أعد بالله نسمع كذلك للأخ ملفقية عن هذا الأمر وكين واحد نموذج جديد لكي نرى مواقع التواصل الاجتماعي هو أن المشروع هو زوجة ولا هو الخطيبة فهو يتصور معها ينشرها وش من الرجل ترى أن الإنسان يعني مع الحرم مع العرض زوجة أنه يعرضها للعموم كل شي يشوفها طبعا متبرجة نعم طبعا متبرجة بنا وبالله عز وجل هذا لا يليق ولا ينبغي وحرم قال الله عز وجل وقال الله عز وجل في القرآن ولا يبدينا زينة هنا الله كيف يذرم عن المرأة المرأة لا يذرم عن الشيخصار لا يذرم عن الكمالي لا يذرم عن خلد المرك لا يذرر مع أيسل العمري الله يذرم عنها قبل أن تجدت أنك فتح تعتبر لك مرأة في إندونيسيا وقالت على القرآن العربية لا تخرجش بالزينة ديلك كنت مشهورة كنت لا بس عنك كنت في قرية كنت في مدينة كنت أدأك ولد عمك كنت أدأك براني كنت أدأك مسلم كان هذا كفر. الله عز وجل حرم عليك أن الرجل يشوفك وأنت متبرجة. ويشوف الزنا دي لك. حرام. لا الشعر دي لك لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه خلاف من علماء أن المرأة إذا بلغت لا يظهر منها إله هنا وأشار إلى الوجه ولكفه. حنا سيدين شو معكم على هذا؟ هذا هو سترة المرأة. وهذا هو الحفاظ على المرأة. الرجل رجل في بيين. الذكر. تقصد الذكر. اي الذكر الذي يظهر زوجته ويظهر مرأته للناس. هذا كيف تسمى فسرع دينا ديوث. لإنسان اللي يوقع عرض الم المرأة ديالو كسرع على الناس. هذا ديوث. لإنسان اللي يوقع عرض المرأة ديالو كسرع على الناس. هذا ديوث. وهذه إحنا ضدت قاليد دينا. فيه في الآعراف دينا. لم نكن شاهدنا. وهذا بقى عنا إلى زمن. هذا في سوس. نحن في قادر عدنا في بعض القابل عدنا إلى يوم من هذا. والقرأ والمنازل دينا. أن المرأة ما عرفت ابن تيمية. ما عرفت الشافيعي. ما عرفت إمام مالك. ما عرفت حوله في الدين. قدر فقل والله وحده الفاتحة تسليه. فاش تبيت على الرجل هو وقالس مع الضيف وقالس معهم قدر بحلقة تصوتها ما قدعيط ها دي ماذا دي قرد؟ ما قرد في السعودية؟ ما متطرفة؟ ما داعيش؟ ما وانه؟ من يجب تتشاهده؟ ها دي شي فترة فينا احنا ها دي شي فترة في الإنسان الرجل الإنسان هو ثوي كنقولش حنا إنسان خارق سوي مدنا لادو مدنا لادو إنسان ثوي ولدي على الفترة يغاروا على أنثى والسئي دي سوفون مش يغرب المشا نعم والقرد يغرب على قردها وعيب هذا هو القول الحق الذي يجب أن يأخذ به المسلم والمسلمة من إخوة يريدون الخير للأمة الإسلامية بارك الله فيهم ويدافعون عنها رغم الهجوم عليهم من طرف الأعداء أو من طرف الجهال من المسلمين الذي ردوا على التعليق الذي كتبه أخونا الفاضل إلياس الخريسي فهموه بالغلط العديد منهم قالوا هذه ليست دعوة كما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم فيما أنهم لا يفهمون أن الدعوة فيها طرق كيف تدعو المسلم إلى الحق وكيف تدعو الغير المسلم الذي لم يسمع بالإسلام إلى الحق الكوميدي السدراشي علم يقينا أن ما قام به حرام وأشهر هذا الحرام في المواقع الاجتماعية لم يتركه لنفسه فوجب على المسلمين الرد القوي لكي ينتشر هذا الأمر بين الناس ويفهموه ويلتنزيموا بدينهم فمشكور أخونا الفاضل أخونا إلياس وملفقية بارك الله فيهم والآن سوف تسمعون رسالة الأخ إلياس اللي بغا يوصلها للناس في أرض الواقع اسمعوا أخي الانفروانسرز كنتي وزينت تراريزع ما فيهم زي أخي الانفروانسرز كنتي وزينت تراريزع ما فيهم زي هذا ما أراد أن يقوله في التعليق لأخ إلياس الخريسي الله يبارك فيه يلا خلي زوجاتك الآن يعليقوا على المفاتين ديالها فالله يهديك في الحقيقة وهدي الجميع إذا كانت عندك بلية فخليها بينك وبين الله واطلب من الله أن يهديك مع الإجتهاد في ترك تلك البلية أما أن تنشر الفتنة فهذا أمر آخر هذا شيء شيطاني وفتنة النساء كم حذرنا منها الله عز وجل في كتابه الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة فالله المستعان قد تم توضيح إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته